اشتركوا في القناة صباح الخير جوزيف صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور مخباط اليوم انا محضرت لك مجموعة اسئلة بدنا نستفيد من الوقت قدمة فينا لانه لنقدر نحكي عن كل شي جديد له علاقة بالايدز اول شي مثل ما عرف جوزيف بدنا نحكي عن حالة البنت الصغيرة اللي عمرها سنتين انعرضت حالتها بالمؤتمر 20th conference on retroviruses and opportunistic infections باتلانتا اللي صار اوائل شهر اذار الحالي مارتش هالحالة فينا نعتبرها خرق علمي يعني break through ولا هي حالة استثنائية سائبة يعني بتوعدنا بشي ولا لا يعني خلينا نوضح شو صار على المزبوط بالنسبة للطفلة الطفلة ولدت لأم حاملة للفيروس شي انه ولدت الطفل بل شو لها العلاج بالعلاج الثلاثي ضد الفيروس اللي منعملها عادة لعدد كبير من الاطفال كل ما بيولدوا من ام حاملة للفيروس ضغري منعطي العلاج للطفل هلأ بهالحالة هاي دي اخدت العلاج وتابعت العلاج لمدة من الوقت وبعد هالمدة تبين انه ما بقى فيه الفيروس موجود بالدم هلأ نية ما فينا بالوقت الحاضر بعد بظن انا برأيي بعد بكير نجزم نهائيا انه شفيت الطفل نهائيا من العلاج يعني ممكن يرجع يبين الفيروس لان ما ننسى انه كانت عم تاخد الدواء نعم ونحنا بنعرف كتير ناس كبار وصغار اخدوا الدواء لمدة من الوقت ومن بعد مدة وقفوا الدواء وضل الفيروس غير موجود بدمهن لكذا سنة من بعد ما وقفوا العلاج وبيرجع بالنهاية بيرجع بيبين اه يعني هو مثل بيخبي حاله بيخبي حاله يعني بيجع بيظهر اذا ما فينا نجزم مية بالمية انه اختفى الفيروس كليا الوقت بس رح يقلنا نعم لذلك انا بحب انه اتريث بالنسبة لقضية الطفلة تنشوف الوقت نعم شو رح يصير شو اللي بيبين بالنسبة للإصابة وانا بدي يقول انك انت كنت عم تحضر هيدا المؤتمر اللي انعرضت فيها الحالة طيب نعرف انه اذا كانت الام حامل الفيروس او الاب حامل الفيروس بدنا نحكي عن هالحالتين هل ممكن انه ينجبوا وممكن انه نحمي هالجنين من انه ينتقل الانو الفيروس هالا نية اذا الام حامل الفيروس ترك البي على جنب ان كان البي حامل الفيروس او ما حامل الفيروس هالام تقدر تحبل شي طبيعي إذا كان الزوج غير حامل الفيروس تقدر تحبل بطلقيح مباشر من السائل المنوي من الأب أو إذا كان هو حامل الفيروس بيقدر يعملوا علاقة جنسية عادية وبتقدر تحبل هلأ متى حبلة هوني عنا عدة خيارات إما الأم هي بحالة تحتاج إلى العلاج يعني قوة المناعة تبعي تضعيفة من تبدل علاج مباشرة قبل الحبل ووقت الحبل ما تفرق منقرر أنه ضغري لازم نبدل علاج إذا كانت حالتها المناعية جيدة عادة نتأخر شوي تنبدل علاج تنخفف قد ما فينا خطر الأدوية على الجنين خاصة أنه بأول ثلاثة شهر من الحبل الفيروس ما بيقطع على الجنين إذا الخطر على الجنين بيبلش بالشهر الرابع وبيصير أكتر شيء الماكسيموم وقت الولادة يعني كم أسبوع كم يومين ثلاثة أو أسبوعين قبل الولادة كمة بتكون وقت الولادة ومن بعد الولادة فيه خطر انتقال للجنين عبر الرضاعة لذلك شو بنعمل نحن بنعالج الأم هدفنا بنعطيها العلاج الثلاثي للأم يعني هدفنا أنه نخفض الفيروس للسفر عند الأم لما بيولد الطفل بنبلش له علاج كمانة مباشرة للطفل بياخد العلاج لمدة ست أسابيع وممنع الرضاعة هالأنية بتشوف المنظمة الصحة العالمية بتقول أنه فينا نردع بس إذا الأم عبتكفل علاج ومنمدد العلاج للطفل بس هيده الرضاعة هالنصيحة هيده تعطى في البلدان يلي ما بيقدروا لأسباب اقتصادية يقدموا الرضاعة الاصطناعية للطفل يعني أفضل تكون رضاعة الاصطناعية صنعت حليب اصطناعي يعني maternized للطفل طب أخذوا الدواء بهالفترة الأولية الأم يعني طب في خطر على الطفل أية الأهم لا هالأنية الإدوية الخطر على الطفل بالنسبة للدواء الخطر يعني تبين أنه في بعض الإدوية بيعملوا ندفت اضطرابات في التكوين الجنين لذلك عم نجرب نلاقي الدواء الأفضل يلي بيخفق أقل شيء أخل خطورة يعني صراحة جدا جدا قليل أنه يكون في خطر خلقي على الطفل نتيجة الإدوية شغلة كتير مهمة كتير قليلة طيب السيناريو التاني صراحة يعني حتى الدواء يلي ممنوع أنه منقول ما تعتوه عمل خلل عند السعادين صار في حالة وحدة خلل عند الطفل ما فيك تعرف إذا من نتيجة الدواء أو هي طبيعة أنه كانت تصير أنه كانت تصير لذلك ما فينا نقول مية بالمية خلقي يعني بالشكل عم تحكي لا خلقي بالدماغ طيب السيناريو إذا كان البي إيجابي إذا البي حامل الفيروس إذا البي حامل الفيروس والأم ما حامل الفيروس هذه بتصير ما بيعديها بيصير فيه علاقة جنسية باستعمال الواقع الذكري ما بيصير فيه انتقال الفيروس للأم فيه حماية كاملة كيف بدأت تحبل؟ فيه طريقة عم نتبعها وهذه معترف فيها عالميا وهن الإيطاليين هن أول من كانوا نشيطين فيها عندهم ألاف الحالات عملينا مناخد السائل المنوي عند الرجل بيصير فيه إلو نسحب البذرة لحالة يعني من نطفه من الخلايا التانية مناخد البذرة لحالة حالة منعمل الـ IVF يعني منعمل تخصيب بالأمبوب للبيضات من عند الأم وبتكون سبر خالي من الفيروس مقلوعي ما فيه فيروس لأن الفيروس ما بيدخل ما بيعيش داخل الخلية المنية لحيوان المنوي لذلك فينا ناخد السبرم عند الرجل منعمل تخصيب بالأمبوب للبيضة من الأم ومنرجع ومنعطيها البيضة للأم وفيه صرفي عندنا لحديث هالأمية ست حالات حبل بلبنان نحنا بلشنا حوالي السنتين نعمل هالطريقة هاي دي والجنين بيطلع خالي من البعض والجنين كتير منيح والأم كتير منيح طيب فيه شغلة نحنا بمجتمع شرقي ومرات الرجل عم بحكي بحال كان الرجل هو HIV positive مرات بنعرف أنه ممكن ما يحب يستعمل الكوندوم بيقول أنا ما برتاح بنزعج ما بستمتع بالعلاقة الجنسية هل بتقدر المرأة يكون عندها خيار تحمي حالها؟ هلأني هوني يعني بدنا نكون واقعيين ما في خيار هوني ما في شيء مثل نحنا بحكي في أكيد بنلاقي طريقة نحمي الأم بس بدنا نفهم شغلة أنه الوقاية من انتقال الـ HIV هي مش عمل واحد مش أنه الواقي وبس مش العلاج وبس مش الامتناع عن العلاقة الجنسية وبس أكيد الامتناع على العلاقة الجنسية مع أشخاص مصابين بس الوفاء بالعلاقة الجنسية أكيد دردية خاصة إذا الشركين مش منصابين ما بتنقل الفيروس ما بدي يخلق الفيروس هلأني إذا كان فيه شريك حامل الفيروس وعب يرفض يحط الواقي الذكري في المرأة بتقدر تحط الواقي الأنسوي هذه ما نعرف فيها لأني والأسف بلبنان صعب كتير ما بعرف ليش ما عم نلاقيه بلبنان من أنه موجود ما بعرف أنا بحياتي شفت حضن عبيشتري أو عبيبيعه فيه كمان عدة طرق فيه جل أنواع جل بيكون فيهم مصبوص هلأني شو العدة طرق يلي منقدر نستعملها لحماية الأم لحماية المرأة أو لحماية الرجل التاني بالعلاقة الجنسية يعني إن كان من الرجل للمرأة من المرأة للرجل أو من الرجل للرجل أولا الختان عند الرجال بيخفف خطر انتقال الفيروس من الرجل إلى المرأة أو أنه هو يلقط الفيروس بيخفف ما في شي بينزل مية بالمية يعني بنا نكون واضحين ما في طريقة سابقة تحمي مية بالمية حتى الواقع الذكري طلع الدراسة حاليا إذا مناخد ألاف الحالات استعملوا الواقع الذكري هلأ نيب إذا بمرة وحدة الواحد استعمل الواقع الذكري حطه على الوقت ومن خزق معه ومزحات ومصر شي الحماية مية بالمية بس المشكلة إنه بيكتخذ ألاف الحالات مع كل المشاكل اللي معقولة تصير الحماية بتكون بين 70 و 80% بالألف حالة بالألاف الحالات اللي اندرسيت إذن ما في مية بالمية العلاج إذا الشخص بالفريكين واحد هو حامل الفيروس ياخد علاج بالعلاج بنزله الفيروس للسفر متنزل الفيروس بدمه خطر الانتقال منه إلى الشخص الآخر بينزل كتير بينزل لأقل من 2% بس إذا صار في لخبطة بالعلاج بتتخربطه برافو عليك اللوب عند المرأة بيحميها لا اللوب أبدا ما بيحمي بالعكس بيزيد الخطر لأن بيجرح الرحم بالعكس بيزيد الخطر هو الفاجين ولا الدايفراج بدك تحط الواكل الانسوي يلي هو بيغطي المهبل من جوه لتجل بيحمي هلأني فيه كماني فيه جل فيه طريقة كماني جل فيه فيه دواء داخله تينوفوفير يلي هو دواء مكافح للفيروس من العقاكير المكافحة للفيروسات القهقرية توضع داخل المهبل عند المرأة وهي دا بتقتل الفيروس لما بيفوت بس هيدا حمايتها أدري تسعة وثلاثين وخمس وخمسين بالمية فإذا منع عالية جدا الختان بيحمي كمان خمسين ستين بالمية الجال بيحمي شوي إذا صار فيه علاقة جنسية وأنا مني أكيد إذا الشخص الثاني حامل الفيروس أورا بيخد أنا علاج يعني هيدا منسميها يعني من بعد الكونتاكت بيخد علاج ممكن ناخد علاج كالتدابير وقائي جرب أحمي حالي بيقدر بيخد علاج قبل العلاقة أنا مني أكيد بيخد الدواء قبل العلاقة أو بيقدر بكل بساطة أقرر ما قوم بعلاقات فيها مخاطرة بس إنه إذا بيقدر يخد بس هيدا كمان كله حماية بين الخمسين وستين بالمية يعني بس بتجمع عيون كلهم سوا بتقرب للمية بالمية بتقرب لنسبة عالية طيب بالنسبة للولد يعني هيدا هيدول الطرق يعني الشهر المهمة فهي عدة أمور مع بعضا إنه تمشت يعني سورة رواة تلقيح من رجل مصاب إلى إمرأة مش مصابة نعم من دون تنظيف البزري مثل ما قلت عم يصير بإيطاليا وصير فيه ست حالة في لبنان هل بينقل للمرأة ولا بس للطفل هون بدك تحمي الانتقال من المرأة دايما الانتقال مش من الرجل للجنين الانتقال من الأم للجنين يعني البزري ما بتعدي بس البزري الرجال بيعدل المرأة المرأة بتعدي الجنين شفت كيف يعني هيدا عدوى مش ويراسي لو كانت تلقيح تنعدل إذا ما كانت تنظف طب بالنسبة للفاكسينز الحكى كتير عن تطوير لقاحات للأيدز وأدى فعاليتها وين صرنا بها المجال؟ يعني صار في كتير دراسات لقاحات بعدنا هلأ نية آخر دراسة وطلعت نتيجتها سنة 2008-2009 تبينت أنه فشل ما مشي يعني كانت يعني فرق بسيط جدا بين الناس اللي أخذوا اللقاح اللي ما أخذوا اللقاح هلأ نية في لقاحات جديدة عم تندرس بس بعد ما في شي ما في نتائج أخيرا يعني بنص دقيقة كيف الوضع في لبنان حاليا؟ الوضع في لبنان نحن والأسف هلأني عم يتأمن العلاج بعده العلاج القديم بعد ما كنا نتقدم أنه نجيب علاجات الجديدة اللي هي أقل سمية العلاجات الموجودة فعالة بس بدنا إلى علاجات جديدة اللي أقل سمية وياللي بتفعل على الفيروزات المقاومة للعلاج هادي مهمة بس تاني شغلة كمان في مشكلة بالوعي مع أنه في كتير حكي وفي كتير جمعيات وفي كتير أحاديث عن طريقة تطوير العلاجات طريقة التطوير الوقاية وكذا وللأسف عنصر الشباب بعده غير حساس للوضع وبعدنا يعني بالعكس بدنا توعية أكتر عم نشوف أنه الأعداد عب تتطور نحو الشباب أكتر يعني العمر عب ينزل للإصابات لأنه بيعتبروا حالهم منهم معرضين أنا ما بتصير معي بتصير مع غيري لأني ليش في عدة إشياء أولا أنه صار فيه نوع من تبسيط للشغلة تاني شي أنه ما عليش بتعالج بس العلاج مش هين العلاج في إله سميات وبعدين شو هال الحيات اللي الواحد بدي عيشها كل حياته من عمره 25 سنة عم بيكافح لعمر 95 سنة بدي يخد دواء مضبوط على كل بدي عيش لكن بدي يضع حياة طبيعية مدة حياة طبيعية بس مربو مع دواء بدنا نقول أخيرا عصحة السلامة بدنا نحارب الأيدز بالمعرفة والوقاية والمسئولية بالتصرف والتوعية أهم شي تسمعوا هالتوعية أنا أتمنى الله يبعدوا عن الجميع شكرا بطر مميت شكرا لك دكتور مخباط لكن المشاهدين مكمل معكم على مصطباح من هلأ للوحد بتوقيت تبيروت بعد هالوقفة راح تكون رشت ملح مع شاف شادي وشوفي معلمة شكرا لكم شكرا